اه ان شاء الله مفروض اهدها لكم. عليها التولز اللي احنا هنستخدمها دايريكت. بس ده يعني الابديت سلوية دلوقتي فهدي ابدات جميلة جدا بالنسبة لك بيعني. اه ان شاء الله الدنيا هتجد افتر اليومين اللي جايين يعني. قد عنده اي اه سوية لأي حاجة خبينتوا لها قبل ما نبدأ. الناس عمرت كويس في الميترم طيب? ايش انا ان شاء الله مفروض هبدأ. انا كنت مسافر ولسه راجع. مفروض اه ان شاء الله هبدأ تصدق في الميترم اليمان اللي. اوكي طيب خلينا شيرل السكرين. ونبدأ نشوف السؤالين اللي علينا. هنتكلم عليهم الهاتف. لو في اي مشكلة في الصوت او اه في السكرين الشيرت. يريد تقولولي على طول او في الجابر. اوكي. ام. طيب كان السؤال السؤال الرابع كان بيقول ايه? السؤال الرابع كان بيقول عندنا شافت راجستر. ال الف اس ار انتم ما خدتهش قبل كده اعتقد. احنا ان شاء الله يعني انت عدوه. اه في الكورس ده اكتر. بس لسه اه بدي مش شوية يعني انا عربية بالزبط. بس هو استخدام من استخداماته الاسية ان هو بيجنريت اه رانتم سيكونسز. ده الحاجة من الحاجات الاساسية اللي هو بيعملها يعني. ال اه بيبقى اه كونكتد ازاي? بيبقى عندنا ان راجسترز في ال ان بت راجسترز. احنا عندنا هنا تلاتة. فهو تريبة الف اس ار. بيبقى عندنا التلاتة راجسترز في الاكزامبل ده. الانبوت هنا الاوتبوت هنا من الراجستر الانبوت هنا الاوتبوت هنا من الراجستر وهكذا. اه زي ما انت شايفين بيبقى الاوتبوت من اه اخر اتنين اكس اورت وداخل على اول واحد اه تاني. فالسؤال ده لو انتوا كنتوا راجعتوا او فاتريد التوتوريال الفات كوستشن ثري تريد من هنعمل نفس كلام بالضبط نحن هنكتب لكل بيت من هنا وهنكونستراكت الستيت ترانزيشن دياجرام وهنرسمه وهنكمل فعاله كده هنشوف مع بعض ادي عندنا الثري فلي فلوبس بالمنظر ده بما انه ده الانبوت ده الاوتبوت فابينقول هنا كيو وان ان بلاس وان اللي هو البت دي المفروض هتبع عبارة عن ايه هتبع عبارة عن كيو تنين اف ان اكس اورد ما كيو تلاتة اف ان تمام فانا هاخد الاوتبوت بتاع كيو تنين وكيو تلاتة وهعملهم اكس اورينج المفروض ده الابديت اللي هيحصل لكيو ان بلاس وان نفس الكلام كيو تنين ان بلاس وان هي كيو وان اف ان على طول فيش اي حاجة حصلها وديرك لكده من كيو وان الاوتبوت طالع داخل على كيو تنين نفس الكلام كيو تنين داخل على كيو تلاتة فالابديت بتاع كيو تلاتة هيبه هو كيو تنين الاديمة والاوتبوت هانا كونكتد بكيو تلاتة اف ان طيب هناخد الاكويشنز دي ونبدأ نكونستراكت الستيت ترانزيشن دياجرام فعندنا هنا كيو وان وطو وثري اللي هي هي الواي ودي عندنا الابديتت اا اوتبوتس المفروض مع السايكل الجديدة كيو وان وكيو تنين وكيو تلاتة وبعد كده هنبدأ نكتب كل الاحتمالات سفر واحد سفر واحد سفر واحد وكزا سفر سفر واحد واحد وبعد كده اربعة ستورة وربعة واحد وانبدأ نشوف عن در هنضرية الاكويشنز دي المفروض الابديتت اا بنسها تبقى ايه فعندنا مثلا هنا آ corners un هيعبارة عن كل اتنين اكس اور مع كل تلاتة فااخدنا صفر واحد اكس اور هيطلع صفر كتنين ام بلاس وان هيعبارة عن كيو وان في ان اللي هي زيرو. هتبضل زيرو. كيو تلاتة ان بلاس وون هي عبارة عن كيو اتنين في الزيرو هيبضل زيرو. فهنا اعمل نفس اللي انا لسه عامله ده على كل الاحتمالات اللي عندنا. صفر واحد واثنين وتلاتة وهكزا. ونبدأ ايه? نرص الارقام هنا لغاية ما التابل كامل اللي يبقى فالصوة. كانت عنده مشكلة سواء في كتابة الاقواشنز دي او التابل ده نفسه. ميش جميل. طيب بعد كده تاني بيقول عايزين نرسم الستيت ترانزيشن دياجريام. فده يترسم بيزد على التابل اللي فوق. بمعنى ان انا لما كنت صفر 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 هلاقي نفسها عامل ترانزيشن لايه? لبرده صفر 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 صفر. فانا هفضل ستك هين. طب بالنسبة للأوتبوت ايب انظمه ايه? الأوتبوت هو هو كيو تلاة. فالهي هنا تبقى زيرو. فالأوتبوت زيرو. طب ناخد اكتزام بلتاني. طب لو انا بدأت عند صفر صفر واحد. هعمل ترانزيشن مفروض لواحد صفر صفر. ادي صفر صفر واحد. هعمل ترانزيشن لصفر واحد صفر. فهي بسيطة ما فيش مشكلة. يعني هي ترجمة للتيبل اللي احنا عملنا ده. والاوتبوت هو الكيو ثلاثة زي منا لسا اي. او في الاخر الزيرو ده هو ده الاوتبوت فبكتبه مكانه هنا. الون ده هو ده الاوتبوت فانا بكتبه مكانه هنا. وهكذا. فده الستيت ترانزيشن ديجرام. قد عنده ورضه اي مشاكل في البورت ده يا جماعة. ماشي. طيب. بيقول هل ال ال اف اصار محتاج يعمل يحصل له علشان يورك كوريكتلي. اه لو اه المفروض ان اعمل الاني ستيت. طيب دي يقدر يجعلك السؤال ده. اي ستيت غير اس زيرو. اي ستيت اه معده اس زيرو اون. اي معنى بقى? اي ستيت غير اس زيرو? اي ستيت اه معده اس زيرو اون. اي عشان لو رسلت على اس زيرو الفينوات ستيت ماشين هتستوك. طيب. سلام جميل كنت. اسمكي ما اعلمش. ساما. اه زي ما ساما قالت كده بالضبط. احنا لو عملنا رسلت على اس زيرو. فهنفضل اسطوك. فدايما الاوتوت بزيرو. فهو اصلا زي ما قلنا هو يعني فايدة من فايده ان هو بيعمل راندم سيكوينسز. فهو كده خلاص الاوتوت يبطل زيرو على طول. فلاش معنا يعني. اه فبالزبط اه. احنا محتاجين ان احنا اي لأي ستيت تانية. اه علشان نبعد عن الزيرو زيرو زيرو او الآس زيرو يعني لانها تبقى ستك لو رحنا عند الثلاثة. اه زيروز. السيمبل ستينا هي وان وان ستيت بس ده مش شارط يعني خالص. على ان يعني كل البتس بقى بالكونفجريشن يعني ان انا اقدر اعمل ستينج. لي اه وانز كلها يعني وانز على الفي فلوبس كلها بدل مع اقول انا اخلي هنا وان وهنا زي وهنا وان وهنا كزا. بيبقى كل الفي فلوبس نفس ال نفس الكونفجريشن بزي. ثلاثة الفي فلوبس نفس الكونفجريشن بزي. تمام. طيب. عند كده بيقول after how many clock cycles الoutput بيربيت itself. علشان نعرف. نجاوب اه السؤال ده. المفروض نبدأ نشوف ال 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 output عندي بيبدأ يبقى عامل ازاي مع كل سايكل. فلو هنفترض ان احنا هنبدأ عند ال one one one. زي ما انا لسه اي ال as a reset. وده مش شرط. ده مجرد الممكن نبدأ عند اي. مش مشكلة خالص يعني. وقعدنا نعمل كده. وان 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 رحنا لزير وان وان وده طبعا هنجيبه من هنا. اهي وان وان وان. هنروح لزير وان وان. بعد كده زيرو زيرو وان. بعد كده وان زيرو زيرو. وهكذا. فاللوب دي هتبدأ تتكرر كل دي. كل سبع سايكلز صح? كل سبع سايكلز. سايكلز. انا عندي لو جينا نبص هنا. هنلاقي في الاخر من وان وان زيرو. رحنا لون وان وان تاني وهنلاقي نفسنا بنعيد. نفس الكلام تاني. فالربيتاشن ده بيحصل بعد سبع سايكلز. طيب. اشتركوا في القناة شكرا اي ما وضح ما وصلت في المصر بساب لعالم. اعم. في اخر حاج شفتوه يشرب. او سمعتوه. انا اي دايد بان سابن سايكلز تاني. اوكي. نش. سبعين. اشتركوا في القناة ببكي. رحبا لد. اشتركوا في القناة 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 هو الباس عندي المفروض بيقى من فليب لوب لفليب لوب تاني فهو اطول باس هيبقى الباس اللي فيه الـ XOR. تمام. فده اللي هجيب منه تمام. الـ clock period يعني. هجيبقى الـ clock period بتساوي الـ delay زائد الـ t-setup زائد الـ t-stq يعني. تمام. ما يشي عن انتاذ ديك إن هي تبقى تيسة t-p-q وي الـ XOR جيت صف. ايو و الـ propagation delay بتال XOR جيت. تمام. يعني T-BD مش. اسم اكيد. طرعا ايضا. كلام صورة مصبوط نحن نجيب من اللي عندنا بعد كده بعد كده و هي واحد على الكلام ده كله بيقول عايز بتاعتي جاية من الثالت ورابع بالمنظر ده بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده هيتكرر فلو احنا رسمنا الرسمة هنا وزودنا زيادة واخدنا من كيو تلاتة وكيو اربعة ورجعناها تاني بالمنظر ده وكتبنا بتاعت وكيو تلاتة وكيو اربعة برضه عملنا على اللي فوق والتيبلز دي مش صعبة انها تتعمل لان فيه تلاتة منهم كل احنا هنعمله ان احنا هنكابي القولم بتاع كيو واحد نحطه في القولم بتاع كيو تنين ان بلاس وون نكابي القولم بتاع كيو تنين ان نحطه في كيو تلاتة ان بلاس وون فاللي احنا هنعمل بس هو ما بين كيو تلاتة وكيو اربعة علشان نهملى القولم بتاع كيو واحد ان بلاس وده باين هنا هو ان كيو تنين هو كيو واحد فاخدنا كولم ده كله كده وعملنا له وكيو تلاتة هو هو كيو تنين فاخدنا القولم ده كله وحطه ناهم وهكذا. واضح يا جماعة ولا ايه? تمام. ماشي. فلو اخدنا بقى التيبل ده علشان نرسم الترانزيشن دياجرام فنلاقي الزيرو او الزيرو برضو بترجع على نفسها. والبقاء بيبدل ايه? يعمل ترانزيشن بالمنظر ده. ولو شفنا الترانزيشن ده بيربيت نفسه. بعد الدقيقة هنلاقي ان هو بيربيت بعد خمستاشر. فمن الواضح هنا ان هو لما كان اربع بيتس او اربع في فلوبس كان بيربيت بعد الخمستاشر ولما كان فوق ثلاثة كان بيربيت بعد سبعة سيكلز حد يقدر يقولي بعد ان بيت او لو كان ان بيت الاف سار هييربيت بعد الدين. موضوع سهل يا جماعة ولا ايه? ايش. ام طيب بيز على الستيت اه ترانزيشن دياجرام. اه. ومن الاتنين اللي جابوا برضه ممكن تريغ صميكم عليه شو. اه. واحمود كمان. المفروض ان ال-VHDL code لل-FSM وضع مش صعب بيبقى systematic يعني بعرف عندي ال-States وبعرف عندي ال-Inputs وال-Outputs ما كانش فيه Dedicated External Input يعني هو كان Clock Reset وال-Y هي اللي كانت ال-Output على طول عرفت عندي ال-Signals Current State وال-Next State وببدأ بعد كده بقى أشوف ال-State Transition بيمشي بيمشي ازاي انا في ال-State الوقتي وعلى اساسها ال-Next State بتبقى ايه وهكذا ونفس الكلام ال-Output Based على ال-Any State انا فيها ال-Output هيبقى بZero ولا ال-Output هيبقى ال-Bone وال-Process التانية هي ال-Process اللي بتعمل Update ل-Current State عندي ودغلا ما عملت ال-Reset خليته يروح لل-E7 اللي هو واحد 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 زي ما كنا قلنا ميشا اخر بارت معانا بيقول ايه اخر بارت بيقول ان انا عندي Convolution Code ام Convolution Code ده في الاخر هو R-Correcting Code و R-Correcting Code ده ال-State Transition بتاعه فعايزين نكتب VHDL Design ب ال-State Assignments اللي هي ال-A تبقى 00 وال-B تبقى 00 وهكذا زي ما موجود هنا في ال-Transition diagram فعايزين نكتب Test Bench ونحط 1-0-0-11 تمام فده سؤال basic يعني كل احنا كل احنا نعمله نحن وعند كده فعندنا A و B و C و D ده المفروض ال-State صارى عندينا هنعمل منها و نكست عندنا انبوت حين اللي هو و 1-bit اللي هو هنا بيقى 1 و 0 وهكذا وعندنا output 2-bits فادي رسات و ال-clock تمام and then input اللي هو N in-FSM و out-FSM ده اللي هو ال-2-bits اللي عندنا تمام تمام ايش اول بارت ده خلاص ده بقى سابت بارت ال-State transition او ال-State update انقر ال-State وهكذا وما روح لل-A زي ما هو واضح هنا ريسات بيروح لل-A طيب ال-Bart التاني بيقول ايه هعمل على ال-A هشوف هيجيلي بكامل لو انا في المنظر ده والإنبوت جالي بواحد هعمل transition لل-B والأوت با وان وان فلو جالي بواحد ال-A وهاعمل transition لل-B else لو ال-A ده اه لو سوري لو ال-A كان بزيرو فالأوت بزيرو زيرو وهفضل في ال-A ده بين هم لو ال-A جالي بزيرو هفضل في ال-A واخلي ال-A سفر سفر انا ناخد واحدة كمان ال-B مثلا لو انا عندي ال-Current state بتاعتي بي او ال-Current state بتاعتي بي وجالي واحد هعمل transition لل-D لو انا B والإنبوت جالي وان هعمل transition لل-D والأوت بتطلع سفر واحد زي مضاين هنا سفر واحد طب else هعمل transition لل-C والأوت بتطيب عون zero هعمل transition لل-C والأوت بتطيب عون zero اظن بسيطة ما فاش اي حاجة يعني قد عنده اي سؤال في القود ده يا شباب ميش انا اعمل نفس الكلام في ال-C جوه ال-C هنتشك على ال-Input بي كام وعلى تفسها هقول ال-Out بي كام وال-Next بي كام ودي على ال-Input بي كام وعلى تفسها برضو هو ال-Out و ال-Next state المفهود بوي قرتي الاخير اللي هو test bench قلنا test bench هو في الاخر بتاع تفاضية بتاع ال-FSM اللي عندنا هي عدوين FSM وقلوك the inputs عندنا أو FSM ويعملنا هنا هنا هو لل وعرفنا ودي اللي احنا هنستخدم ال-Port الاولاني تبدأ بزيرو بعد كده هنستنى نص وكذا كلام نحنا تكلمنا فيه بالتفصيل قبل كده في الشيطس القديمة بعد كده زي ما بنبدأ اول حاجة بنعمل تمام فالريسات عندنا هنا وان وبعد ما بنعمل بنستنى شوية احنا تكلمنا برضو المرة القابلة اللي فاتت على فكرة على الاربعة لان من دي حاجة هي السينكرونس فتتغير هيتطلع على طول فانا هتشك بعد على اربعة والمفروض ان يبقى بزيرو زير تمام وانا احنا بنغير بتاعة الانبوت مع بتاعنا فعش كده بنقول هنا لما يبقى في على وتبقى رايحة الزيرو فده فوقتها هابدأ اشيل ريسات خلاص وابدأ احط المفروض انها تستو اللي هو زيرو زيرو وان وان ده اللي هو يتقلي في السؤال احنا محتاجين احنا لما عملنا ريسات احنا كنا بدقين هنا عنده الاي واللي كان بزيرو زيرو اللي هو منتفق جدا طيق ما ييجي عندي انبوت بون المفروض متوقع ان الاوتبوت يبقى واحد واحد عشان كده لما حطينا الانبوت هنا بون استنينا الاربعة وعلي كده عملنا على الون بون علي كده نغير نغير الوالي بتاعة الانبوت لصفر لما نغير الوالي بتاعة الانبوت لصفر لما نفروض ان احنا هنا دلوقتي لما تبقى زيرو فاهم نتوقع نحصل ما بين البي لالسي والأوتبوت تبقى وهكذا اللي هي واحد واحد عنده اي مشاكل يا شباب عنده عنده اي استفسار عن اي حاجة اوكي طيب احنا كده خلصنا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هيبقى التوتوريال في الجامعة على معادنا اللي هو الاحظة بالساعة ستة بإذن الله اه ولو في اي موضوع اي حاجة برضو ابلغته وان شاء الله برضو قريب اشار معاكم يعني كيس ان كله يبقى تمام قد عنده اي استفسار اي حاجة شكرا لك واشوف ان شاء الله ارحب دي سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة